بيبدأ المسلسل بشاب اسمه السيد جين والخادمة بتاعته رورو وبيجي عدد كبير من الاشخاص واللي بنعرف انهم بيتحدوا السيد جين في لعبة خاصة بالحسابات اللي بيفوز فيها بيطلب طلب من الشخص التاني بس طبعا البطل بتاعنا بيفوز على الكل وبيطلب منهم طلبات خاصة بعيلته او يكون رحيم على حواليه لحد ما الشخص بيقدر يفوز على جين وبيطلب منه يساعده في فتح كنز عيلته واللي بيطلع صندوق صغير خالص وبيفتحه جين بسهولة وبين عليه فتح خزن قد الدنيا بس فيه ناس بييجوا وبيجروا وراه وبيقدروا يمسكوه هو وروره وبنكتشف ان جين ده اصلا بنت او الله بنت وبنت مين كمان الجنرال وبتتجهز وبيجي الرسام علشان يرسمها وبيشكل في جمالها واخلاقها بس بنكتشف ان باباها مسبتها في ظهرها بسيف وورا البيبان خدم واقفين بعصيان وبيزيد اخوتها اللي اتنين بيكونوا واقفين وبيتفرجوا وبيطلع ان جين هي البنت التالتة ومامتها كانت خدامة عند الجنرال فهي ومامتها مكروهين جدا من كل الاصر حتى باباها والرسمة دي علشان يبعتوها للامبراطور اللي بيدور على العروسة لابن اخوه قائد الجيش اللي بنات الجنرال خايفين يتجوزوه بسبب اللي بيسمعوه عنه من اسواته عشان كده بيرسمو جين وبيبعتوها مع باقي الرسومات بس بعد دقيقة بيجي مرسوم امبراطوري ان الامبراطور طلب البنت التانية للجنرال الجواز وازدفة بكرة ما هزيه السرعة مستعجلين ليه بس وبنكتشف ان العريس هو القائد تونج واللي لقبه الملك الشيطان ده من قوته بيتجمع البيت كله وبنعرف ان كل بنت من ام لكن البنت الاولى من زوجة الجنرال الاساسية وطبعا البنت التانية بتكون رفضة الجواز وبتقول ان هي وجين اتولدوا في يوم واحد لكن لان جين كانت ضعيفة فسجلوها متأخر وبيفضلوا يقولوا ان جين اتولدت الاول فهي البنت التانية للجنرال فزوجة الجنرال بتقول ان الجواز ده مهم جدا للعيلة ولازم يتم فالجنرال بيقولهم تبقى جين اللي تتجاوز ولما بترفض جين المحظية التانية هي وبنتها والخادمة بتاعتها بياخدوا مامة جين في المطبخ وبيهددوها علشان تمدي على الموافقة وبيظهر انها ست ضعيفة جدا لكن بيتيجي جين وبتبعدهم عنها وبييجي الجنرال وزوجته وجين لما بتحس ان مامتها متهدة بتمدي وبتقولهم انا بقيت زوجة دلقاء التونج يعني لا حكومة هم ولا جنرال يهم واللي هيقرب من امها سجانه وبتودع مامتها وبتخرج برا المدينة في طريقها للمملكة وبتكون خايفة ورورو بتقول لها ان فيه اشاعة بتقول ان القائد كان متجوز وقتل مراته بس جين بتقوله لو قرب مني هقتله وبيكون معاها خنجر صغير بس فجأة الموكب بيقف لان نائب القائد تونج بيستلم العروسة وبياخدها وبيمشوا عن طريق الغابة فبيقابلهم القائد شمشون الجبار وبيقولهم انتوا كده تعدتوا على ارضي وبيفضل يضرب عليهم سهام وبيهجم هو وجنوده وبيكون نائب القائد الشيطان قوي وبيدفع عن عربية جين لكن بتخرج جين ورورو وهم خايفين لكن بيجي القائد تونج وهو لابس كناع وبيقدر يقتل القائد شمشون هو وجنوده بمساعدة النائب بتاعه وبيحس بالنصر لدرجة انه بينسى العروسة كلهم بينسوها بجد وبيمشوا وطبعا بتكون خايفة هي ورورو دول في نص الغابة وبيفضلوا ماشين لحد ما بيوصلوا للمدينة اللي بتكون بابها بيقفل اصلا بس جين بتجري وبيدخلوا بسرعة ايه يا جماعة ترحيب الجامد ده ما تضربوها احسن لحد ما اخيرا بتوصل لبيت القائد تونج لكن بيكون الباب مقفول فبتقول لرورو انها تنط من فوق الصور لكن رورو بتقول لها ده علي قوي جين بتقول عيب عليكي وفعلا بتقدر تنط من فوق الصور وبتدخل القصر لا وبتتجول كأنه بيت اهلها وبتدخل قوضة في القصر اللي بتطلع قوضة القائد تونج وبتولع جين شمعة ولسه بتلف بتلاقي قدامها شاب زي الامر وبيكون شكله هادي جدا وبتفكره خدم في القصر بتقول جين انها زوجة القائد وبتسأله عن مكان فبيقول لها عوزة ليه بتقوله لانه سابها في نص الطريق ومشي بس مش دا المهم المهم لو مش عايزة هيقول لها بس بترجع تفكر وتقول بس انا مش هقدر ارجع لأهلي تاني وبتوعده لو قالها القائد فين هتديله دهب كتير فبيشور لها على البوابة وفعلا بتخرج بيكون في واحد شكله قوي جدا قتل بنت خدامة ومسك رورو كان هيقتلها لانه مفكرها جاسوسة جين اول ما بتشوفه بتقول بس هو بوشه العكر دا هو القائد وبتجري عليه وتقوله ما تقتلهاش الغريب بقى ان الشخص دا بيركع قدامها وهي بتفكره طيب وبتفضل تلومه علشان سابها في نص الغابة لكن بيحاول هو ورورو يفهموها ان مش هو القائد وان القائد واقف وراها بس لا حياته لمن تنادي بس اخيرا بتفهمو بيطلع القائد هو نفس الشاب الهادي اللي كانت فاكرا خادم ما عندهاش سنس بجنيه فبيروح الجندي مع جين يوريها غرفتها واللي بيطلع اسمه رأس النمر وبعد كده بيروح لتونج يقوله انهم قتلوا واحد من الجواسيس اللي جم مع موكب الاميرة جين وتاني يوم بتصحي رورو جين وتقول لها ان تونج جاي يشوفك فبتقوم بسرعة جهز نفسها وفعلا بيجيوا معا الخدم شايلين الفطار وبيسألها لو هي جاسوسة لانهم لقوا جواسيس جايين معاها وطبعا هي بتتدايق جدا وهو بيمشي لكن بترفض تاكل او تشرب وبتكون خايفة يكون تونج مسدق انها جاسوسة ويحط لها سم في الاكل وبيفضل يرقبها كام يوم وبتحس الجين ورورو بالملل فبيقروا كتاب عن قصر القائد تونج واللي بنعرف ان جاله 3 ملكات قبل كده وكلهم اتقتلوا في ظروف غمضة فهنا جين بتفكر انها لو متت هي كمان كده تونج هيتعاقب فبتطلع سم من شنطتها وبتبلعه رورو بتقولها انتي بتعملي ايه عبيطة وبتطلع بسرعة تروح للقائد تونج تقوله يلحق جين بس تقريبا السم بيطلع مخدر لانها بتحس بالحر ولسانها بيتقل وبتذكر شوية وبيجي لها اتنين لبسين لبسة خدم بس معاهم سكاكين وبيهددوها تروح معاهم وهي بتكون مش في وعيها فعلا وبتروح معاهم بس تونج بيشوفها وبيكون مفكرها جاسوسة ودول اتباعها ماشى الله عليه زكي قوي اتباعها في عز النهار ومعاهم سكاكين وجين بتكون شبه متخدرة اصلا وبتروح معاهم عادي وبيمشوا في الغابة وتونج وراهم لحد ما بيوصلوا المكان مهجور وبيكونوا الاتنين دول جابوها هنا علشان يستدرجوا تونج ويقتلوه وجين بيغمى عليها وقتها تونج بيروح لها بسرعة وبيقتل الاتنين اللي كانوا خطفينها وبيحط ايده على مناخرها مش بيلاقي نبض فبيعرف انها ماتت وبيقول لها انها مش جاسوسة وانها بنت طيبة علشان اتجوزت وعلشان تحمي مامتها وبيشيلها يرجعها الاصر ورورو بتفضل تعايت وبيجي رأس النمر وبيقول للقائد حصل ايه فتونج بيقول له ما ترحمش اي جاسوس لانه مستبب في موت زوجتي والجو حزين بس فجأة بتقوم جين وتطلع اللي اخدتها دي حبوب بتدي نفس اعراض الموت بس تونج بيبص على السلسلة اللي فرقبتها وبيطلبها منها فبتخلعها ومش بترضى تدهاله وقتها رأس النمر بيخبط جين على راسها فبيغم عليها وبينايموها ورورو بتجري ورا رأس النمر وتضربه اما تونج ورأس النمر بيكونوا متجمعين وواضح ان السلسلة دي فيها حاجة مهمة وبيرجع يشك فيها تاني وبيجيب الحاجات بتاعتها يفتش فيها وبتفوق جين وبيطلع ان باب قودتها مقفول عليها ورورو بتقول لها انهم قفلوا عليهم علشان ما يهربوش ورأس النمر بيقول لتونج ان القفل اللي تحط على الباب قوي جدا ومحدش يقدر يفتحه بس فجأة الباب بتاع القودة اللي هم فيه بيتقفل وبتكون جين فتحت القفل وحطته على قودة تونج وبتقول له على بال ما تفتح الباب اكون انا خارجت اتغدت يا قائد وبتخرج وبيكون قدامها حصان فبتكرر انها تاخد وتمشي به في المدينة لانها ما تعرفش حاجة وفعلا بتمشي به وسط السوق بس الحصان ما بيرضاش يقف لحد ما بيوصل عند بوابة المدينة وهناك الحراس بيوقفوها لان ده حصان القائد تونج وبيكونوا هيعتقلوها بس بيجي رأس النمر وبينقزها وبيرجعها للأصر وتونج بيسألها هي ازاي فكت القفل وبتقدر تفتح القفل قدامهم والكل بيستغرب منها وبتقول القائد طالما هي فتحت القفل فممكن يسيبها تخرج فبيقولها انها لو هربت هيقتل رورو فبتوعدوا انها مش هتهرب بس هي عايزة تتمشي برا الأصر وبتقوله ممكن تعلمني ازاي يوقف الحصان بتاعك فبيروح معاها وبيركب الحصان وبيقولها تركب قدامه وبتركب قدامه وبيمشي وسط السوق والناس وجين بتكون مبسوطة جدا لحد ما بيوصلوا عند باب المدينة وبتقول الجنود شفتوا بقى ان انا زوجة القائد وبتقول لتونج ان الحصان ماشي ببطء وهي عايزة الحصان يمشي بسرعة علشان اليوم جميل وعايزة تستمتع به وبيقول لها امسكي كويس وفعلا بيجري بسرعة بالحصان وسط الغابة وبيقض وقت لطيف مع بعض وبتقوله انها مجرد زوجة على الورق ومحتش بيستدق انها مرات القائد فتونجي بيقول لها انه هيديها حرية تخرج وتدخل من القصر براحتها وكمان تدخل قطه في اي وقت وبترجع القصر وبتكون سعيدة جدا وتاني يوم بتروح له وبتطلب منه انها تاخد السلسلة بتاعتها لكن هو بيسألها مين اللي ادكي السلسلة دي هنا بتحس جين ان السلسلة مهمة قوي بالنسباله فبتفضل تساومه وبتبتزه وتقوله انها بتاعت مامتها بس مش فاكرة هي قالت لها ايه وبيجي رأس النمر وبيقول له خد الاميرة ويعمل لها كل اللي هي عايزة وبتطلب من الخدم اكل كتير جدا تكلهم معاه تاني يوم بيخرج تونجي من البيت وعلى طول بتروح جين تدور فقطه على السلسلة بتاعتها بس مش بتلاقيها وفجأة بيدخل نائب القائد وهو خايف جدا وبيسأل على القائد فبتقول له جين انه خرج برا المدينة وبيقول لها ان في مصيبة لان عصابة السقر محوطة المدينة وهيهجمه ولو جرى حاجة اول شخصة هيتلام هو تونج وممكن الامبراطور يقتله في الوقت ده بيكون تونج وصل لمكان غريب شبه الحسن وشكله مهجور فجين بتقول لنائب القائد انه يجهز الجيوش وهي هتتصرف وانه ماينفعش يقول ابدا ان تونج برا المدينة اما تونج فبيحاول يفتح الباب السحري بتاع الحسن لكن ما بيقدرش وبيطلع السلسلة بتاعت جين وبيقول اكيد هي مش جاسوسة وممكن يكون حد بعيدها علشان تساعدني وبيلف ظهره وبيرجع في الوقت ده بتكون عصابة السقر هجمت على القصر بس فجأة بيلقوا ان الباب بتاع القصر تقفل عليهم وقودة القائد اتفتحت وبيلاقوا القائد واقف قدامهم ولبس الدرة بس بيطلع مش القائد بتطلع جين وبتخرج السف من مكانه وهم اصلا بيكونوا مرعوبين خصوصا انهم كانوا بيرقبوا تونجو وعارفين انه برا المدينة واستغربوا جدا لما عرفوا انه رجع اما جين السف كان تقيل عليها جدا لدرجة انه وقع على الارض فطلعت السكينة الصغيرة بتاعتها وكانوا العصابة برضو خايفين منها وفجأة بيشوفوا الرياض بتاعت الحرب حوالين الاصر من برا والتبول لكن بيطلع الخدمين هما اللي عاملين كده ودي كانت خطة جين مع الخدمين بيفضلوا يعملوا عفرة كأن الخيول جات والجيش رجع لكن جين للأسف بتضطر تتكلم وهنا بيتأكدوا انه مش القائد وبيهجموا عليها وخلاص كانوا هيقتلوها بس فجأة بيجي تونج من وراها وبيخلص عليهم كلهم وبيشيل الكنع من علاو الشه وهي بتكون مبسوطة جدا وهو بيفضل يبص في عانيها وبالليل رأس النمر والخدم وكبيرة الخدم بيكونوا حواليها وبيفضلوا يمدحوا فيها وبيقعدوا يأكلوا ويشربوا ويفضلوا يتحكوا وتونج والنائب بيكونوا وقفين بعيد وبيكون عينوا معاها واضح انه بدأ يعجب بيها وبيشكر النائب لانه ما قالش الحد انه خرج برا المدينة وقت الهجوم بس النائب بيقوله انك لازم تشكر جين لان هي اللي عملت الخطة دي كلها وبالليل بنشوف واحدة من الخدم اسمها يو وبتاخد طبق حلويات وتودي للنائب بس بيجي رأس النمر وياخد طبق الحلويات منها وبيكون واضح قوي انه هو معجبة بالنائب ورأس النمر معجب بيها لكن هي بتصد رأس النمر وبتسيبه وتمشي اما جين بتكون سكرانة وبتدخل قد التونج وتفضل تعيط وبتقوله انت صعبان علي وازاي بتستحمل تشيل السف الكبير ده وهو بيدحك عليها وبتقع على الارض وبتقوله على فاكرة انا انقصت القصر وانت لازم تكفقني وانا بصراحة عايزة ننف قدتك عشان قدتك كبيرة ووسعة والسرير بتاعك ناعم وانا القضة بتاعتي ضياء وماتوا فيها ثلاث ستات قبل كده فبتصعب عليه وبيقولها خلاص هخليك اتنامي هنا وهي اصلا بتكون نامت ودان يوم في اتنين من الوزراء بيروحوا للامبراطور وبيفضلوا بقى يوسوسولو ويقولولو ان تونج وقت الهجوم كان برا المدينة اصلا وانه هو لي قوة عسكرية كبيرة وخايفين انه ينقلب على الامبراطور وخصوصا ان الامبراطور بيحبوا الامبراطور بيقولهم انتو تقصدوا ايه ان انا بفرق بين القضة بتوعي فبيقولولو لا طبعا ما نقصدش نقول كده بس بيقترحوا يبعثوا حد يرائب تونج فالامبراطور بيقولهم انا عندي حل افضل انكم تبعثوا واحد يرائب حياته العاطفية مع امراته لان الراجل ده تعب في البلد ومحتاج يرتاح شوية والله انت امبراطور محترم الاتنين الوزراء كانوا هيموتوا بغزهم تاني يوم بيروحوا الخدم لجين وبيعرفوها ان القائد امر انها تفضل فقطه وبيبقوا مبسوطين خالص اما تونج فبيكون مع الجيش بتاعه بيدربهم بس بيجيلوا رأس النمر ويقولوا على المرسوم اللي الامبراطور بعته فطبعا هو لازم يتعامل بكل حب مع امراته علشان الامبراطور انا والله مش فاهمة الامبراطور ده يعني الاول اشتغله خطبة وجاب له عروسة وكمان دلوقتي بيحفز على حياته الزوجية والله راجل محترم وكبيرة الخدم بتقول لي جين انهم هيجهزوا قوضة القائد علشان يكملوا باقي مراسم الجواز وبالليل بيرجع توني على البيت وبيكون الخدم قاعدين بيهمسوا ويتحكوا وهو بيكون مش فاهم حاجة خالص لكن لما بيدخل القوضة وبيلاقيها متزينة وجين مستنيا بيفهم بس بيقول لها انهم مجرد متجوزين على الورق وهي بتفهم ده وبيقول لها احنا هننام هنا لحد ما المبعوث يلاقي تصرفاتهم كويسة وانا هنم على السرير وانتي نمي على الكنبة فجين بتتدايق منه تاني يوم بتاخد الشاي وتروح لتونج وبتفرح قوي لما رورو بتقول لها انها سمعت انها اول واحدة تدخل قوضة القائد فبتوديله الشاي وهي فرحانة ولكن هو ما بيدلهاش اي اهتمام وبيجي المبعوث الامبراطوري وهنا القائد بيحط ايده على كتف جين ويقدمها انها مراته وبتروح جين علشان تجهز نفسها ولما بتشوف لبس تونج بتطلب من رورو تجيب لها حاجة معينة وبعد كده بيروحوا علشان يرسمهم المبعوث لكن تونج مش بيبطل عطس وبنعرف ان جين حطت له بودرة في هدومه وبتطلع الرأس مشكلها غريب جدا بيرجعوا القوضة وتونج بيفهم انها هي اللي عملت كده وبتقوله انت جالك برد عشان انت نيم على السرير الكبير ده تعرف انت لو نيمت على الكنبة يبقى عندك مناعة بس هوا بيكون فاهمها وبيقول لها لا فهي بتزهق وتقوله خلاص ما تجيش عند حدودي ومن هنا ورايح انت حدودك السرير بس وباقي القضالية والباب هنتشاركه انا وانت وبعد شوية رورو بتجيب بطاطة ما شوية لجين وبتاكلها كلها لوحدها وتغيز تونج وبعد ما بتخلص بيقولها يلا بينا عشان الغداء فبتقوله انها كالت وبطنها مليانة بيقولها ما ينفعش لان المبعوث هيكل معانا ودي هتبقى قلة زوق منك فطبعا جين بتتدايق جدا فهو بيبص لها ويقولها ما تجيش عند الحد بتاعي وبيروح علشان ياكل بس جين بتقول لرورو حاجة في ودنها ولما بيجي المبعوث وقبل ما بياكل جين بتقول لتونج انت جالك برضو ومش هتقدر تاكل فانا عملتلك عصيدة طبعا هو بيتدايق جدا غير ان العصيدة رورو بتكون حط له فيها شطة كتير وتوابل وبتطلع طعمها وحش وبيضطر ياكلها وعشان يردلها المقلب ده بيقولها انت تعبت النهاردة كتير ولازم تاكلي وهتاكلي كل الاكل اللي على الترابيزة وكمان بيطلب من الخدم يجبولها اكل كمان وهي بتبقى هتنفجر وبالليل بتكون جين تعبنة جدا بسبب كمية الاكل اللي اكلتها فتونجي بياخدها علشان تتمشى في القصر علشان تهدم الاكل ولما بيلاقيها شبه البطريك مش قادرة تمشي بيخلع الحزان بتاعه وبيخليها تمسكه ويشدها وهي تجري وراه وبيفضل يضحك عليها تاني يوم بيكون واقف قدام خريطة بيحاول يفهمها بس بتيجي رورو الجين برسالة من مامتها وبيكون مع رسالة رسمة علشان جين تترزها الجزهة بس تونجي بيشوف الرسمة بينبهر لانها نفس الخريطة اللي بيدرسها اصلا فبياخد الرسمة وبيطلب من جين تيجي معاه خارج المدينة وبتسأله ليه فبيقول لها طلباتك بتقوله انام على السرير وانت تنام على الكنبة فبيوافق وبياخدها ويخرج برا المدينة لحد ما بيقفوا عند قابره جوه الغابة وبيحرك تونجي حجر كده فبيتفتح سرداب تحت الارض وجين بتكون خايفة ليدفنها هنا ويسيبها ويمشي غبية قوي ماشاء الله عليها المهم بينزله وبيطلع ده نفس المكان اللي تونجي جاله يوم الهجوم وجين بتقوله ده افل العذاب فتونجي بيستغرب وبيسألها عرفته منين بتحكيله انها قصة غريبة لما بنت الملك حبت واحد من الشعب فبابها حبسها في قوضة فالشاب ده راح لكهف وفتح افل العذاب ده واخد الكنزة علشان يرجع لحبيبته لكن بتطلع انها ماتت فتونجي بيسألها تعرفي تفكيه فبتقوله ماشي وبتاخد شعرة من راسه وبتقدر فعلا تفتح الافل فبيقول لها يعني شعرتي هي اللي فتحت الافل قالت له لا اي شعرة عادي فقال لها طب ليه ما خدتي الشعرة من راسك فردت عليه علشان بتوجع انت تستحمل انا لا فبيفتح تونجي الباب وبيقولها تدخل الاول وبيدخل وبيكون الجو مرعب وجين بتخاف جدا وبتحضن تونجي بالغلط ولما بتقوله ان الجو برد بيديها العباية بتاعته وهي بتسند على جدار بس الجدار ده بيطلع بوابة وبتدخل جوه قودة تانية مرعبة اكتر وبتفضل تصرخ وتونجي بيحاول يدخل لها هل تسكت جين وتهدى على ما تونجي يلاقي حل؟ لا ازاي؟ تظهر روح اللي استرونج اندبندنت وومن اللي جواها وتفضل تفعص في التماثيل لحد ما بيتفعل فخ استهام بس تونجي بينقزها على اخر لحظة من استهام وبيتصاب هو وهي بدل ما تقوله شكرا بتفضل تلف في القودة وتعيط وتحاول تلاقي طريقة للخروج لكن هو بيشوف التابوت اللي في القودة وبيحط السلسلة فيه فبيتفتح وبيلاقي جواه صندوق وجواه الصندوق صندوق اصغر لحد ما بيلاقي جواهم علبة من العاج اول ما بياخدها المكان بيبتدي يتهز فبياخد العلبة والسلسلة وجين يقول لها ما تسأليش وما تقوليش لحد وبيروحه وجين بتروح له بالليل علشان تدوي الجرح بتاعه وبتلاقي ظهره كل جروح وبتقوله انها خايف عليه من الجروح دي وبيفهم قد ايه هي مهتمة بيه وبيسألها هي ليه بتقوله كده فبتقرب منه وبتبوسه فبيحضنها بس النقب بيخبط على الباب فجين بتسيب تونجه وبتطلع تجري على قودتها وبتكون فرحانة جدا وبتطلب من رورو تزين القودة على امل انهم يكملوا مرسم الجواز بقى بس تونج بيكون عايز يعرف مين الشخص اللي ورا جين وبيبعت له كل الرسائل دي وبيعيني الصندوق اللي جابه في خزنة خاصة بيه وبيفتكر اهله وبنعرف ان بابا كان قائد الجيش وحصل خيانة وانقلاب عليه ومات ابوه قدام عينيه ومامته قدته الواحد من الجنود علشان يهرب بيه من المعركة وهي كمان ماتت قدام عينيه اما اختنا جين بتفضل اعدم ستنياه وبيرجع تونج القودة بيلاقيها نامت بيسيب لها السلسلة وورقة ولما بتصحب تعرف انها ورقة الطلاق وان تونج طلقها فبتطلع بسرعة وبتسأل عليه وبيطلع انه رايح الجيش فبتوقف وهي بتعيط وبتسألها وليه طلقها مع انه بدأ يحبها وهو مش بيرد عليها وبيقولها ان الراجل لازم يطور من نفسه وانه خلاص طلقها بس هي بتقطع الورقة وبترفض الطلاق لكن تونج بيقولها انه خلاص ماشي وهيفضل في الجيش فبتنهار وبتحكي لرورو اللي من غير ما تقصد بتقولها طب ما تروحي له الجيش وتونج بيكون بيستلم دفعة جديدة من المتطوعين في الجيش وبيكون فيهم واحد كده طاري شوية بيروح رأس النمر يشوف مين ده بس بيتصدم وبيجي له تونج وبيكتشف انها جين وبتقوله انها طوعت خلاص والاعلان مش بيحدد اللي هيتطوع راجل ولا ست فبتتحدى وتونج بيقبل التحدي وبيبدأوا التدريبات واول تدريب هو شيل اكياس رمل تقيلة بس لما بيجي دور جين رأس النمر بيبدل لها كسين قطن بدل الرمل من غير ما حد ياخد باله والتدريب التاني اللي يقدر ياخد الخشبة اللي على ظهر رأس النمر هيفوز وطبعا اللي بيقرب منه بينفخه ولما بيجي دور جين رأس النمر بينحني اصلا وبيخليها تمسكها بسهولة وتالت تدريب بيكونوا بيتعلموا بلعبة حد كده ومتعلقة في سلسلة وناس كتير بتتصاب فتونج بيخاف جدا على جين وبيحاول يمنعها من اللعب بس هي بترفض وبيقول لها خلاص هلعب معاك لو كسبتك هتطلع من الجيش وتونج بيكون خفيف جدا في حركاته بس الجين بتقدر تصيبه وبكده هتفضل في الجيش اما الامبراطور بتوصله رسمة المبعوث لكن بيقوله انه هو في القصر سمع ان الاميرة جين جسوسة وللأسف تونج عارف وبيدري عليها فالامبراطور بيقوله خلاص سيبلي الموضوع ده وانا هتصرف وفي السوق بنشوف شابه وبيفضل يدور على السيد جين لكن مش بنعرف مين الشخص ده ولا عاوز ايه من جين وفي المعسكر نائب القائد بيروح لجين ويقول لها ان القائد مش عارف يعمل حاجة وهي هنا فبتحس بالذنب بس بتعرف ان تونج هو اللي قاله يعمل كده وبيروح كل واحد يختار السلاح بتاعه فجين بتختار اكبر وقتقل سلاح لدرجة انها مش بتقدر تشيله ولما بتيجي تدرب بيه بيقع السلاح والخصم اللي قدامها كان هيعورها بس تونج بينكزها على اخر لحظة وبيقول لها انها يختار لها سلاح وبيديها مقاشة وتتدرب مع تمثال ولما بيجي وقت الاكل بتاخد طبق العصيدة بتاعها وبتحط فيه حتة شوكولاتة فبيبقى لونه غريب لكن بيجي تونج وبيكبه وقتها جين بتتدايق وبتمشي ولا وقت الاستحمام وطبعا الاستحمام بيبقى للكل فجين مش بتقدر تدخل بيروح لها تونجي يقولها تستحمى في الخيمة بتاعته فبترفض وبتردله حرفيا وتقوله انا مش مراتك وانت عاوز تستغلني لا وهي ما شاء الله تاخد جايزة ملكة جمال المقاشات المهم بتفضل قعدة لحد بالليل وبيجي لها رأس النمر علشان يوريها قضيتها فبيوديها خيمة القائد تسكت لا ازاي تفضل تردح وتقوله لا انا مجنادة هنا هنا موسط الجنود انا امرأة مطلقة صمعتي اهم شيء عندي فتونجي بيقوله سيبها تروح محدش هيقدر يلمسها ولما بتدخل بتقولهم سلام عليكم ممكن انام هنا الجنود بيتكسفوا بيسيبوا لها القوضة وبيخرجوا وبتروح بالليل تحاول تستحمى فبيفكرها حد غريب والجنود بيحصروا الحمام وبيبقى شكلها وحش جدا تاني يوم بيستدعيها تونجي وبيقولها تفضل في قطه تقوله لا سمعتي انا واحدة مطلقة بيقولها انجزي عاوزة ايه وتفضلي هنا بتقوله عاوزة تشرب فطبعا بيوافق وبياخدها برا المعسكر وبتشرب وبتسكر خالص وبتفضل تعايت وتقوله سبتني ليه طلقتني ليه واول ما يحاول يحضنها بتقوله نيفر وبتلاقي قدامها نهر بتقول احمدك يا رب وبتخلع وتنط بيحاول تونجي يطلعها بس هي بتقوله انا عاوزة استحمى وهو بينزل علشان يطلعها بس بيغمى عليها وبيخرجها تونجي وبيغطيها ولما بتفوق بتفضل تقوله انها خايفة اهلها يعرفوا بالطلاق لانهم هيفضلوا يتنمروا على مامتها فتونجي بيوعدها انه هيدفع عن مامتها دايما وبيشيلها وبياخدها للخيمة بتاعته وبيسيبها تنام وتاني يوم بتسحى جين متأخر وبتقوم بسرعة لكن بيجي تونج بيديها مشروب هو عمله بيقولها ترتاح في القصر بتعرف رورو من رئيسة الخدم ان النهاردة عيد ميلاد تونج وهي بتحضر له نودلز لانه بيحبها فبتطلب رورو انها تروح بالاكل للمعسكر وفعلا بتودعهم وتروح هي وبترحب جين بيها لما بتعرف ان النهاردة عيد ميلاد تونج بتكون عاوزة تعمله مفاجأة فبتروح لرأس النمر اللي بيكون نايم وبتمسك السلاح بتاعه وبتصحي وبتقوله انها عاوزة تعمل مفاجأة لتونج وعاوزة الشماريخ بتاعت الجيش عشان تعمل بيها حفل وكده والله انا لو منه هفتح دماغك اللي فكرت في الفكرة دي بس رأس النمر بيفهمها ان الموضوع مستحيل لان دي اموال الدولة فبتروح لنائب القائد ولسه هتقوله على طلبها بيقولها انه عارف هي عاوزة ايه بس اكبر هدية للقائد انك موجودة لكن الشماريخ والسواريخ واخيرا بتكرر انها تكتفي بطبق النودلز وبتروح تديل تونج اللي بينفجر فيها وبيقولها تمشي لان الجنود لا عارفين يأكلوا ولا يناموا وكمان عاوزة تاخدي الزخيرة بتاعت السلاح ده انت لو جاسوسها بجده هيبقى عندك شرف للمهنة حتى يولية طبعا جين بتنهر وتقوله انا يا ابني وتقوم ماضية على واثقة الطلاق وتقوله انها كده هي اللي طلقته وبتسيبه وبتمشي وبعد ما بتخرج من المعسكر تونج بيحس بوجع في قلبه اخيرا بدأ يفهم وبيفضل يبص على حاجتها ويعايت وفهم انه بيحبها بترجع جين على القصر وتلم هدومها وبتقولها رئيسة الخدم ان تونج كان امرها تخيط مخدل جين فبتخدها جين وبتمشي ومش بتكون عارفة هتروح فين لانها اكيد مش هترجع لابوها واخوتها اما تونج فبيكون شرك كتير مبارح وما بيحضرش الطبور وبنشوف نفس الشاب اللي كان بيدور على جين وبيطلع انه مساعد خاص بالامبراطور واسمه تشاو وبيقوله ان تونج طلق جين وانها مش جسوسة فالامبراطور بيتعصب وبيقوله انه جوزها له بامر ازاي طلقها كده لازم يتعاقب وفعلا رأس النمر بيقول لتونج ان الامبراطور بعت مشرف على الجيش ودي اول مرة تحصل لكن تونج بيقوله انه اكيد شخص ليه مكانة عالية ولازم الكل يحترمه وفعلا بيوصل للمشرف وبيكون على رأس الحرس بتوعه هو تشاو وتونج بيجي للمشرف بس مش بيطلع من العربية فبيقرب اكتر ويحييه وبرضه مش بيخرج لحد ما بيوصل عند الشباك فجأة بنلاقي رورو خارجة من العربية ووراها جين ده اسوأ عقاب بجد وطبعا تونج مش بيقدر يرفض الخطاب وبتكون كده جين معاه رسمي وبتدخل الخيمة وبتحاول ترخم على تونج وتسألهم مين القائد هنا فبيقولها انه هو القائد فبتقوله انت بتستقل بيا حتى ما جبتليش كباية شاية شرابها فبيقولها ان مفيش اصلا خزين في الجيش لا اكل ولا شرب لاننا بقالنا سنتين ما خدناش اي مرتبات غير ان الجنود بيزرعوا جنب تدريبهم علشان يقدروا يلاقوا حاجة يكلوها وجين بتتأثر لكن بتفضل ترخم عليه وبتقوله انا ممكن اخلعك من منصبك وبتمسك البدلة بتاعته وتحاول تخلعهاله ورأس النمر والنائب بيحاولوا يهدوها وبيفضلوا كده فترة عناد ويرخموا على بعض في الوقت ده بيكون واحد من الوزراء بيتفق مع اعوانه وبنعرف انهم سبب كل الاشعات حوالين تونج وانهم اللي عاوزين يعملوا انقلاب ويبعدوا تونج عن المدينة علشان يقتلوا الملك بسهولة اما جين بتقرر تتحدى تونج وبتجمع الجيش وكل الموجودين عند البحيرة وبيكون التحدي انهم اللي اتنين كل واحد هيتربت بسلاسل وينطوا في المياه واللي يقدر يفك القفل ويطلع الاول هو الفايز تونج بينزل لقاع البحيرة وبعده جين وطبعا جين بتفك الاقفال بسرعة بس وقتها تونج بيبصلها وبيضحك وحتى مش بيحاول يفك نفسه وبيطلع نفسه وكده هيموت فجين بسرعة بتقرب منه وبتحاول تفك الاقفال وبتبقى خايفة جدا عليه وبتعمل تنفس صناعي لحد ما تونج بيشد الجنازير فنائب القائد ويتشاو بيشدهم لفوق وبيطلعوا قدام الكل وهما بيبصوا بعض بعد ما بيرجعوا جين بتكون حاسة بالإحراج وبتتخنق مع تونج وبيقول لها انه هيسيب المعسكر ويمشي فعلا بيمشي وجين بتحس انها دمرت كل حاجة وبتحس باليأس فبترجع البيت وبتعتذر لتونج وبيتفقوا انهم مش هيقولوا لحد على الطلاق وانهم قدام الناس متجاوزين وبتطلب منه يرجع المعسكر وهي مش هتعمل اي حاجة غلط وهو بيوافق وبيقعدوا ياكلوا قبل ما يرجعوا المعسكر وحاجة كده زي العسل بس بنلاقي فيه شخص داخل قد تونج وبيفتش على حاجة معينة وبيطلع ان ده هو تشاو وتونج وجين وهم في طريقهم للمعسكر بيديها تونج رمز السماحة وده ممكن تطلب السماح منه في اي وقت ولما بيرجعوا المعسكر تشاو بيلاقي الجنود طلعين من قد تونج ومعهم اطفال فبيحاول يوقفهم تونج بيدخل وبيقول لها ملكش دعوة باللي بيحصل في المعسكر بتاعي فتشاو عشان يستفزده بيقوله انه عنده معاد ومش فضيله وفعلا بيدخل خيمة جين وبيشربه وبيتعشه سوا وطبعا تونج كان هيفرقع وبيطلب من النائب بتاعه يرقب تشاو بس هما كانوا بيتكلموا انها عايزة تشوف اخبار الجيش ولو في اي حاجة غلط بتحصل وتاني يوم تشاو بيروح ورا الجنود لحد ما بيلاقي نفسه محاصر وبييجي كمان نائب القائد وبيقدر يهزمه وبيطلع ده فخي من تونج اللي بيقوله يعترف وهو مش هيقتله لكن لما تشاو مش بيرضى يتكلم بيحكم عليه تونج انه يموت لكن بتيجي جين اللي بتقول لتونج ما يقربش من الراجل بتاعها وكمان بتستخدم اذن العفو علشان تشاو وطبعا تونج بيزعل جدا وبيسيبها وبيمشي وهي بتحس بالزم وبالليل بيجي لها رأس النمر وبيقولها انهم هيحتفلوا النهاردة ويريد تحضاري معانا بتخرج جين ورورو وتشاو مع رأس النمر وبيقعدوا مع تونج ونائب القائد وبتحاول جين تعتذر من تونج لكن هو مش بيديها اي فرصة وتشاو بيحاول يعتذر له لكن تونج بيرفض اعتذاره فبتقوم جين وتشاو يشربوا مع الجنود وبيظهر ان تشاو بيخاف عليها وبيشرب مكانها لانها بتذكر بسرعة وقتها تونج بيبقى على اخر وبيزعق في كل الجنود وبيخليهم يبطلوا احتفال ويدخلوا يناموا وبينهي الحفلة ويروح ينام تاني يوم بيصحى من النوم وبيسأل نائب القائد عن جين فبيقوله بعد اللي هو عمله مبارح محدش عارف جين فين وبيفتكر ان مبارح زعق لها وقال للكل انها مش مراته وانها مجرد مشرفه بس وهي زعلت ومشيت فبيسأل رورو ومش بتكون عارفة مكانها وبيروح يصحي تشاو ويسأله جين فين بس تشاو بيزعق معاه وبيقوله انها بتحبه لكن هو كل مرة يكسر قلبها فتونجي بيخرج يدور عليها في كل حتة في القصر وعلى بوابة المدينة واخر حاجة بيروح لعند البحيرة اللي رحوها قبل كده وبيفضل ينادي عليها زي المجنون وبيعترف بحبه ليها وهنا جين بتظهر اخيرا وبيقولها انه بيحبها وانه طلقها علشان خايف عليها تموت بسببه لكن دلوقتي هيفضل جنبها وبيطلب منها الجواز وهي بتوافق اخيرا وهم راجعين بتحكيله انها تعرف تشاو من وهم اطفال ورورو كمان بس خدت رورو تعيش معاها وتشاو تعلم ويشتغل في الحكومة وان رورو وتشاو اللي مسمينه سوسو بيحبوا بعض بيروحوا وتاني يوم بيقعد تشاو اللي هو سوسو مع تونج وبيقول تشاو ان في حد في المحكمة الامبراطورية بيحاول يشاوه سورته وعاوز يطلعوا جاسوس فبيقرروا يعملوا خطة مع بعض وبيبعثوا جين ورورو مع رأس النمر القرية جنبهم يعملوا شوبنج كده على الدايق وكل واحدة بتجيب هدية لحبيبها اما تشاو بيكون في الغابة وبيصفر بورقة شجر فبينزلوا نينجا كان مستخبي بين الشجر وبيتكلم معاه وبيكون هو ده الفخر لان النينجا ده تبع الخائن وبيمسكوه وبيرجعوه وفي الطريق بيقابلوا عربية رورو وجين وكل واحدة بتركب الحصان مع حبيبها الرومانسية دي وبيروحوا جين وتونج بيقض وقت جميل مع بعض لحد ما بتجيلهم رورو وهي بتعيط لان تشاو لازم يسافر يودي تقرير للامبراطور ويقرر الجسوس ده وتاني يوم بيودعوا تشاو ورورو بقى تسكت لا بتفضل تعيط وبتبقى زي العزل بين جين وتونج بانها بتقولهم ما يقربوش ولا يتوعدو طول ما سوسوا بتاعها مسافر ومش بيكون عارفين يعودوا مع بعض لحد ما بيروحوا يعودوا شوية على البحيرة بتاعتهم بس بيجوا ماشيين رورو بتيجي فجين بسرعة بتزوق تونج في الميا وبتحاول تماشي رورو بالعافية اما تشاو فبيكون وصل الامبراطور وطمنوا ان تونج مخلص ليهم وعيش حياة كويسة مع امراته وكمان قبضوا على الجسوس بس فيه ناس في المحكمة الامبراطورية متورطين ولسه هنعرف هو مين وبيبع تتشاو رسالة لتونج ان كل حاجة تمام فلما بيروح يستجوي بالجسوس بينتحر وبعد فترة بسيطة بتوصل رسالة للامبراطور ان زعيم عصابة السقرة عاوزين يعملوا معاهم معاهدة سلام ويبقى فيه تبادل تجاري وطبعا الامبراطور بيفرح جدا لكن الاتنين الوزراء الاشرار بيحاولوا يشككوا في الموضوع فبيقولهم يحققوا فيه في الوقت ده بيكون تونج قاعد بيقرأوا جنبه جين وبيسفل لها من تحت لتحت كده فبييجي نائب القائد وجين بتطلع برا بس من غير ما تقصد بتسمعهم بيتكلموا عن تشاو وجسة وانهم هيدفنوها وبتفتكر ان تشاو مات وبتكون منهارة وخصوصا لما بتشوف رورو وقفة بتضحك ومبسوطة وبتكون خايفة تقولها وبنشوف الخادمة يو بتروح لنائب القائد وتقوله انها عملت له جاكت علشان البرد وعملته بيقديها بيجري وهو زي المغفل مش فاهم اي حاجة لكن بيجي رأس النمر ونائب القائد بيديله الجاكت لانه كان واسع عليه رأس النمر بيفرح جدا بيه علشان يو اللي عملاه صحيح في حب بيستنانا وحب بنستنانا نرجع بقى الجين اللي بتبقى عاملة مراسم حداد مع نفسها كده وبتجيلها رورو وبتتكلم معاها في الوقت ده بيكون تونج رايح يقابل تشاو وسلمه على بعض ورجعين اما جين فبتكون قالت لرورو على موت تشاو وانهيار بقى هما الاتنين لدرجة ان بالليل بيطلعوا يشربوا فوق السطوح وبيسكروا وكانوا هيقعوا بس بيجي تونج وتشاو في اللحظة المناسبة وكل واحد بيمسك حبيبته وبيقعدوا يعطافوا ويلطافوا طول الليل ورورو اخيرا بتحل عن جين وتونج وتاني يوم بيجي قائد عصابة السقر وبيبدلوا الاتفاقيات سوا وكمان بيعملوا عرض عسكري بس فجأة من وسط جنود عصابة السقر بيظهر شخص ويهجم على تونج ويفضل يبرزه لحد ما تونج بيجرحه وبتطلع دي بنت ملك عصابة السقر مايا ومعجبة جدا بتونج وبتطلب منه تفضل كم يوم عنده وبيتحرك جدا وهو طبعا بيوافق دول لسه عاملين سلام ودي اميرة برضو بياخدها بقى على البيت وبيطلب من رئيسة الخدم تجيب لها هدوم من لبس جين ما هو مفيش غيرها وبتيجي جين بتلاقي اللي لبسة لبسها ولزقف جزها لا وبكل سلام نفسي بتقوله هي دي اختك وجين بتتعصب منها وبيتخنق وطونج بيشيلها وبياخدها علشان يهديها وبالليل بيفضل طونج يضرب مع مايا وجين قاعدة ترائب لحد ما بتجيب اخرها وتقولهم بقولكو ايه كفاية يلا ننام وبتخرج طونج تخليه روح يباد في المعسكر علشان غيرانه عليه في اليوم اللي بعده بتاخد مايا ورورو واحد من الخدم وبيروح السوق وياكله ويشربه وبتسكر وتقولها انها لو حبت واحد مش هتهتم لو بقت محزية حتى يخرب بيتك وبيرجعه جين لما بتفوق بتبقى على اخرها من مايا اللي طلعت له في البخت دي وبتسأل رورو عنها وبتعرف انها خرجت للتسوق مع الخادم بتصحى جين وبتكون مجهزة كل حاجات مايا علشان تخليها تقعد في قصر تاني بعيد عنها ورئيسة الخدم ورورو ويو بيكونوا وقفين وبيتفرجوا واول ما بتدخل مايا وتقولهم سلام عليكم جين بتقولها الله مايا ما تروحي بقى ولا قولك روحي عودي في القصر اللي جهز سهولك وخدي معاك الخادم وفعلا بتمشيها اه شوية سلام نفسي بقى وبيعد رورو مع سوسو يتكلموا في مستقبلهم جين بتكون مع تونج اللي بيقولها انه مش هيحب حد غيرها بس ملك عصابة السقر جاي بكرة يزور بنته فهنرحب بيه ماشي وتاني يوم الصبح بتكون مايا في القصر بتاع تونج وجاي بهدايا للخدم وجين بتقول اه دي بدأت في الخطط الاستراتيجية لأ وكمان بتقول لي جين انت اميرة اكيد مش محتاجة حاجة فانا ما جتلكيش بعد كده جين بتقول لرورو تروح تسمع ابو مايا وبنته هيقولوا ايه ولما بتروح بنعرف ان مايا حط عنيها على واحد في القصر وهتتجوزه وباباها بيقول لها اللي يعجبك قوليلي عليه وانا هخلي الامبراطور يجوزهولك بأمر ملكي حتى لو القائد حلو القائد على السكر المهم ان الاخبار دي بتوصل لجين ورورو بتفضل تسخنها بس جين بتقول لها نيفر تونجي بيحبني لوحدي وبتروح بقى تحضر معهم الغدا ومايا بتكون عاملة استعراض رأس جامد والكل بينبهر بيها حتى نائب القائد وانا اللي كنت بقول عليك محترم والفار بيبدأ يلعب في عب جين اللي بتكرر تخطب مايا لأي حد وبتحط عنيها على نائب القائد ويو بتلاحظ نظرات نائب القائد لمايا وبتعد لوحدها وهي زعلانة فبيجي رأس النمر وبيوسيها وبتسيبه وتمشي وهو مقتنع انها بتحبه اما رورو وجين فبيعملوا خطة علشان يقربوا مايا من نائب القائد ونخلص منهم وهي ان رورو بتدعي كل واحد فيهم لقودة القائد اللي فوق السور بتاع المدينة وتحبسهم هناك وفعلا بتعمل كده بس جين بتخاف حد يعرف ولا تعمل مشاكل لتونج دي برضو اميرة فبتطلع بسرعة هي ورورو علشان يفتحوا لهم بس بيلقوا انهم بيبرزوا بعض اصلا وتونج الحكم بينهم وكمان بيدخل ويتبرز مع مايا وكانتها تقع فبيمسكها ويشدها عليه وهنا جين بتجيب اخيرها وتروح تقوله هي دي السقة اللي قلتلي عليها فبيقول لها تونج ترجع على البيت فبتقوله انها خسرت فعلا وبتسيبه وتمشي وهو بيبقى زعلان جدا وبتفضل فقدتها زعلانة وبيجي تونج بس جين بترفض تقابله ونائب القائد بيقعد معاه ويقوله انه لازم يحكي الجين علشان ما تفكرش انه بيخونها لكن هو بيقوله انه مش عايزها تتورد في حاجة لما الموضوع يخلصها أقولها وجين بتبقى جعانها جدا لكن رورو بتقولها لا ما تكليش عشان تخسي وتونج يحس بالذنب يعني تموت من الجوع بس في الآخر بيقرروا يتسحبوا ياكلوا في المطبخ علشان ما حدش يشوفهم وبيلاقوا أكل كتير وجاهز فرورو بتاخدوا وتروح على القوضة بسرعة وبيشوفها تونج ورئيسة الخدم وبتسمعهم جين وتونج بيقولها تعمل أكل كل يوم وتحطوا في المطبخ علشان تاخدوا الجين وانه هيروح المعسكر لانها مش عاوزة تشوفه ورئيسة الخدم بتقوله طب مش هتقولها فتونج بيقولها لا مش دلوقتي خالص وبيروح على المعسكر وبتروح وراء جين وبتقوله انها أسفل لكنها بتغير عليه فبيقرب منها وبيحضنها وبيفضلوا مع بعض وتاني يوم بيرجعوا القصر بس بيلاقوا ان مايا بتودع الناس اللي في القصر لانها مشية مع حبيبها والغريب ان كل الرجال اللي في القصر موجودين هم فجين بتقول لتونج مين الشاب اللي مع مايا بيقول لها انت لسه معرفتيش كنت مفكرك اسكى من كده وبتروح بسرعة وبتعرف ان الخدم اللي كان مع مايا على طول وبيطلع انهم حبوا بعض هنا في القصر بس كانوا مستنين اذن الامبراطور وبيودعوهم وبيمشوا فجين بتقولهم انتوا كنتوا تعرفهم وقلتوا ليش ورورو بتقول لها لا انا عرفت قبلك بساعة بس وبتاخدت شاو وبتجري ورئيسة الخدم بتقول لها انا كنت عارفة بس حضرتك ما سألتنيش والحمد لله بيخلص الشك لكن المصايب ما بتخلصش لان فيه شكوى بتتقدم للامبراطور ان الجيش بقاله سنتين مش بياخد مرتباته والوزير الخاين بيجيب اللوم على تونج وبيقوله انه قصد يخفي الامر عنه علشان الجيش يضعف فبيقولهم حققوا في الامر وبيجي الخادم للامبراطور وبيقوله ان بنته الاميرة التسعة اغمع لها تاني وهي تعبنة جدا فبيروح لها لكن هي بتكون متضايقة وبنعرف انها بتحب شاب في الجيش وعايزة تتجوزه لكن ابوها رافض ولانه بيحبها جدا فبيقولها تروح تغير جوه في بيت القائد تونج وكمان تتجسس عليه وده امر هو بيت القائد تونج ده ايه ميدان عام كل اللي عاوز يسيب بيت اهل ويروح هناك ويتجسس عليهم المهم ان الوزير الخاين بيروح يطمن الشخص اللي شغال حسابه وبيكون مقنع كده ومش عارفين مين ده ولا ليه مصر يخلص من تونج في الوقت ده بتكون جين ورورو قاعدين مع بعض وبتقولهم انهم لازم يعملوا فرح لتونج وجين بقى اما تونج ويتشاو بيتكلموا في نفس الموضوع وتونج بيكون خايف يعمل الفرح دلوقتي وهو فيه اشعات حواليه وممكن الموضوع يحصل فيه مشاكل ومش عاوز يورد جين معاه بجد يعني انت مالك ما توردها وتخلص وجين بتقول لرورو انها عاوزة فرح كبير والامبراطور يحضر اما تونج فبيقول لو اتجوزوا هيبقى في السر وهوب بيكرروا هما الاتنين يقولوا البعض وفعلا بيقولوا في نفس واحد تتجوزني وبيفرحوا قوي لكن لما بيعودوا بتقول جين انها عاوزة فرح كبير لكن تونج بيشرح لها وجهة نظره وانه مش عاوزها تتصب اي حاجة وهي معاه فبتقتنع بس بشرط يعملوا كل انواع الاحتفالات في البيت هنا وفعلا بيزينوا القصر والكل بيشارك حتى رأس النمر ونائب القائد وتشاو وبيجهزوا كل حاجة والكل بيبقى فرحان وبيكملوا مرسم الجواز وسطى اصحابهم وتونج بيعمل جو رومانسي لجين وبيقولها بحبك في كل فصول السنة وحاجة كده ولا ياسمين صبري وابو هشيمة والحمد لله بيتجاوزوا وتاني يوم بينزل يروح المعسكر عادي انت لو في مصر كان الشجر نفسه كل وشك وتخيل بقى لما واحد اسمه سوسو يكل وشك لما بيوصل الشغل وهو سعيد كده بيجيله تشاو بخبر ان الأميرة التسعة جاية تعيش معاهم فتونج بيقول هو وتشاو لا يكون الامبراطور عاوز يجاوز هالو وبيبعت تشاو بالليل يقول لجين انه مش جاي النهاردة وتشاو بيقول رورو بيحكي لها عن موضوع الأميرة وبيأكد عليها ما تقولش الجين عشان ما تزعلش وتونج هيتصرف رورو راحت جارية تحكي كل التفاصيل لجين بشوية الشطة واللمون بتوعها منيك لله لدرجة انهم تاني يوم مش بيقدروا يعودوا وبيروحوا يرقبوا موكب الأميرة التسعة وهي جاية ولما الأميرة بتنزل ترتاح وبتمشى شوية وسط الشجر بتظهر لها جين ورورو وانها مراته فالأميرة بتطمنها وتحكي لها قصتها مع الشاب اللي حبيته وكان حرس القصر وهي حبيته ولما أبوها عرف كان هيقتله لأنه مش من مستواهم بس هي فضلت قعدة 3 أيام قدام قطه لحد ما سابه بس بشرط يمشي من المدينة خالص فجين بتطمنها وتهون عليها وتقول لها انها تفضل معاها لحد ما تنسى أو تجوزه لها أيهما أقرب بيقعد تونج مع تشاو بيقوله انه هيرفض يستقبل الأميرة عنده في البيت علشان جين ما تزعلش وعلى الرغم ان دي مخلفة للقوانين بس عشان جين وفعلا تاني يوم بيكون الكل في استقبال الأميرة لكن تونج بيرفض يستقبلها في القصر وبيقول لها انه متجوز من جين وانه بيحبها ومش مستعد يخليها تحس بالغيرة وخلاص الأميرة كانت ماشية جين بقى تسكت؟ لا إزاي؟ بتروح للأميرة وتقول لها ده مطلقني مرتين وتاخدها علشان ترتح في القصر وتونج بيكون مستغرب جدا من تصرفها ده وبيقول يمكن زعلانا مني في حاجة أما جين فبتفكر ازاي تساعد الأميرة لدرجة انها بتكرر تساعدها ترجع لحبيبها وبالليل بيروح تونج على القوضة بيلاقي جين بتلم حاجتها علشان تروح تنام جنب الأميرة وهو بيتدايق جدا لدرجة انها بتحاول كل حب واهتمام تونج للأميرة علشان تحسسها بالسعادة وتونج بيتدايق وبيكون فيه مسابقة في المعسكر لعبة زي الكرة كده واللي هيفوز هيكسب دبوس شعر يديل حبيبته يديل جين لكن هي بترفض وتقوله اديل الأميرة هتشل هتشل منك وتونج لما بيلاقي الوضع كده بيدي الدبوس للأميرة وكمان بيلبسه لها في شعرها ولما بيرجعوا جين بتتكلم مع الأميرة وبتكون خط جين انها تهربها مع حبيبها وعشان كده لازم يجمعوا مبلغ كبير علشان يقدروا يهربوا فبتطلب منها تطلب من الامبراطور يبعت فلوس علشان تجديد الأسر لانه متهالك عشان تقدر الأميرة تعيش فيه وبتبدأ جين تجمع فلوس من كل حاجة لدرجة انها بتبيع الخشب والزينة والأثار وبيكون تونج شايفها ومش فاهم هي بتعمل كده ليه وبيروح له نائب القائد وبيسأله لو كان متأكد ان جين متجوزها علشان بتحبه ومش عشان الفلوس تونج بيقوله هي باعت حاجات كتير بيقوله ايوة مفيش سبب للي هي بتعمله لكن تونج بيقول اكيد في سبب ولازم اعرف وبيكلفه يرقبها وبيروح لها تونج وبيسألها هي بتبيع الحاجات دي ليه لو محتاجة حاجة تقوله لكن هي مش بترد عليه لانها بتحسب الفلوس اللي جمعتها لكن تونج بيديها صندوق وبيطلع فيه فطر اسود وده غالي جدا وقتها جين بتفرح وحتى مش بتهتم بيه وبتروح توريه للأميرة مع ان تونج بيكون تصاب وهو بيجيبه لكن مش بيقول لها وجين بتدخل بتلاقي حبيب الأميرة معاها فبتسيبهم وبتمشي وفي الوقت ده تونج بيفضل يشرب وبيجيله النائب وبيعرف انه مصاب فبياخده بالعافية علشان يتعالج وهنا بيلاقي عند الدكتور ورقة مكتوب عليه اسم جين وبتبقى طلبة علاج كتير قوي لمرض معين وخطير وتونج بيفكر انها عاوزة العلاج ده علشانها وانها تعبنى وهتموت والنائب بيقوله احنا فهمناها غلط هي اكيد عاوزة تطمن عليك وتجوزك الأميرة والفلوس دي اكيد بتجمعها علشانكم وتونج بيطلع يدور عليها وهي كمان بتكون بتدور عليه لما بيلاقيها بيحضنها وبيقولها انه بيحبها بيصحى تونج وبيدور على جين اللي بتكون قاعدة بتتزين وبيفكر انها بتعمل كده علشان ما يبنش انها تعبانة وبيفضل في كل خطوة يفكرها مريضة وهتموت وبيحضنها في الريحة والجاية لحد ما بيجيله تشاوي يقوله على قصة الأميرة التاسعة والجندي اللي حبيته وهنا تونج بيفتكر كل اللي حصل وبيربط الأحداث ببعضها وبيفهم ان جين مش مريضة ولا حاجة وبيفهم انها بتعمل خطة وهو بيقبل يمشي معها في خطتها وبتروح جين الأميرة فبتلاقيها وقفة وبتعيط وبتفهم ان ده بسبب ان تونج قبض على حبيبها لكن جين بتروح له وتجيب له مشروب على أساس يسكر بقى واتهرب حبيب الأميرة بس بتلاقيه فاهم خطتها وبيقولها انه عارف ان الشخص ده حبيب الأميرة في الوقت ده بيكون نائب القائد وقف معروره وبيسألها ليه الأميرة مريضة بس بتقوله لا مش مريضة فبياخدها للدكتور اللي بيقوله منها كويسة أما جين بتكون بتشرح لتونج خطتها وهو بيقول لها لازم يستنوا شوية العيد الربيع وهو هيتصرف وبيعملوا خطة سوا وبتبدأ الخطة فرورو بتكون مودية حاجات لتونج وبتشوف واحد لابس نفس اللبس بتنادي عليه مش بيرد وفجأة كده بتلاقي تونج قدامها وبتستغرب بس مش بتهتم ولما بتروح لجين بيحصل نفس الموقف بعد شوية بتلاقي جين وقفة مع القائد بس بيكون مديها ظهره بس الحمد لله بيطلع ان تونج وجين ملبسين الأميرة وحبيبها نفس لبسهم علشان يقدروا يتحركوا في القصر وبيخططوا اليوم الهروب والأميرة بتدي الجين سلسلة فيها أحمر شفايف مامتها كانت مديها لها وتاني يوم بيجهزوا وبيتحركوا على الجبل لحد ما بيوصلوا وتونج بيطلب من الخدم يفضلوا هنا وبيطلب من واحد بس ييجي معاهم اللي هو حبيب الأميرة بس الخدمة الحرباية بتاعت الأميرة بتكون هتموت وتطلع وراهم بس تونج بيمنعها والأميرة وحبيبها بيكملوا ماشي علشان فيه واحد هيقابلوا من ناحية تانية والأخبار بتوصل للملك ان بنته ماتت وبيزعل عليها وبيقول حققه في الموضوع بس في السر وجين بتكون قاعدة بتحط زينة وبيجي لها تونج وبيساعدها وبتكون عاوزة تحط من أحمر الشفايف اللي الأميرة ديتهولها بس تونج لما بيشوف السلسلة وبيلاقي نفس الكلام هو اللي عليها هو اللي موجود على العلبة اللي جابها من القبر القديم بياخد السلسلة بسرعة وبيروح يحاول يترجم الكلام ده أما الوزير الفاسد بتطلع الخدمة الحربوقة معاه ولما بيلاقيها معهاش أي حاجة مهمة بيقتلها وتونج بيخلي تشاوي يشوف المسحوق اللي في علبة أحمر الشفايف وبيقول إنه هيلقي زيه بس في أرض عصابة السقر فبيروح لجين وبيقول لها إنه هيروح رحلة الأرض عصابة السقر وبتشبط فيه مش بيرضى يزعلها وبياخدها هي ورورو ونائب القائد علشان يعملوا شوبينج وفعلا بيلعبوا هم التلاتة لكن تونج بيروح للمحل اللي تشاو قال له عليه وبيدي المسحوق لصاحب المحل لكن صاحب المحل بيقوله إنه ما يعرفش إيه المسحوق ده فبيخرج تونج وهو متدايق بيفتكر عمته وبيحلف إنه لازم يعرف سبب موت عيلته هيجي حد ويقول ماتوا في الحرب أيوة ما همين بقى وراء الإنكلاب ده في الوقت ده بتكون جين ورورو ونائب القائد مقضينها جاري وتنطيط وبيروحوا يقعدوا في مطعم بس بدون مقدمات كده بيلقوا مجموعة من الشباب بيديقوا بنات فجين بتدخلوا بتهزقهم ولما بيجوا يضربوها بتقعد في جنبه ونائب القائد هو اللي بيدربهم بس بتيجي شابة وبتدخل فنائب القائد بيدفع عنها وبيجي أخو البنت وكمان تونج وبيهرب الشباب دول والبنت دي بتعجب بالنائب بطريقة إنها مش بتبطل ضحك فتونج بيقول لنائب القائد إنهم هيبته هنا ليلة كمان البنت بتفرح جدا وأخوها بيعزمهم عنده وبيروحوا كلهم يشربوا وبنعرف إن البنت اسمها تارو وأخوها اسمه هور وبيشربوا لكن تارو بتكون شجعة جدا وبتقول النائب إنه أنقذها ولازم تشكره فبيقول لها مفيش داعي بتقوله لأ لشكرك يا تتجوزني أو تخرج معايا أيهما أقرب نائب القائد بيبقى في نص هدومه بس بيوافق وبيخرجه فعلا وبيكون مكسوف جدا فبتمسك إيده وتقوله إيه ده دي شبه إيد أبويا جدا سبحان الله ما هييد كفه خمس صوابع المهم إنها بتحكيله عن باباها وإنه كان حنين جدا بس مات في معركة ومامتها كمان ومعددش غيرها هي واخوها اللي بيعملها بطريقة قصية جدا وتونج بيتطمن على جين وبتقوله إنها هتنام في قد ترورو وهو بيودعها وبيرجع قدته بس بيكون في مقنعين في القوضة لما مش بيلقوا تونج فبيهجموا عليه وبيفضلوا يضربوا في بعض وهو مش بيكون معا سيف وبيجي النائب وبيحارب معاه بس لما بيشوفوا طارو بيمشوا وهي بتجري وراهم وبنعرف إن ده أخوها بس بيقول لها ما تدخلش وتاني يوم بيحاول تونج واللي معاه يهربوا لكن بتيجي العصابة فتونج بيقول لهم يمشوا وبيتبارز هو مع العصابة لكن فيهم مجموعة بيروحوا وراهم وتونج بيقدر يفوز عليهم وبيعرف إن قائدهم هو هور لكن نائب القائد بيتصابه بتضطر جين تظهر نفسها ليهم علشان ما يقتلهوش وعلى ما بيوصل تونج بتكون العصابة خدت جين والنائب ورورو بتفضل تعيط وتقوله اللي حصل وهو بيجري كتير لكن مش بيقدر يوصل لهم وبنشوفهم وهم محبوسين ولما طاروا بتحاول تقول لأخوها يحررهم بيقول لها إن دول تبع تونج وتونج هو اللي قتل أبوكي وبتحاول جين تفتح القفل بس دبوس الشعر بتاعها بيبقى تخين وتونج بيفضل يدور عليهم ومش بيقدر يوصل لهم خالص وحتى مش بيرضى ياكل وجين بتشوف دبوس الشعر بتاع تارو وبيطلع مناسب جدا لفتح القفل فبيستغل النائب إنها دخلالهم بالأكل وبيعمل إنه حاجة شبكة في شعرها وبيشد الدبوس وهي يعني بتفرح قوي عبط الحب وبعد ما جين بتفتح الباب بيلاقوا طرف وشهم ولما بتشوف معهم الدبوس بتفهم إنه كذب عليها وبتقولوا إنها حبيته بس هو خاين وبتطلب من الحراس يقبضوا عليهم لكن أخوها بيوقفهم وبيبعت رسالة لتونج المكان يقابلوا فيه وفعلا بيروح يقابلوا في نص الغابة وبيكون معاه جين والنائب وبيقول هور لتونج إنه هو اللي قتل أبوه ولازم ينتقم منه لكن تونج بيفهموا إنهم كانوا في معركة وإن أبوه عمل فخي لي ولجنوده ومات كتير منهم ده غير إن علته ماتت على إيد عصابة الصقر هل معنى كده إنه يقتل كل أهل المدينة؟ بس هور مش بيقتنع وكان هيقتله لكن على آخر لحظة بتحضر الأميرة مايا بجنودها وبتقول لهور إنهم خلاص عملوا معاهدة سلام مع تونج وإنه لو قتلوا هتبلغ أبوها الملك فبيتراجع هور وتونج بيقولوا يعيش السلام ويسيب الحقد ده وبيقعدوا تونج وأصحابه يشربوا ويتحكوا وتونج بيقول لمايا على المسحوق اللي محتاجه فبتقوله إنها هتبعث له خبير أعشاب والنائب لما بيخرج بيفكر في طارو اللي بتجيله وبتقوله مش عاوز تقولي حاجة فبيعتذر منها بس هي بتقوله تقصد حاجة تانية وإن أخوها مش راضي يشوفها وهي بتحبه وممكن تروح معاه على بلده لكن النائب بيفضل يقولها يعني هتسيب أخوك اللي عاش معاك سنين وتهرابي معايا بتحس طارو إنه مش عاوزها فبتسيبه هي حزينة وبتمشي أما مايا بتجيب خبير الأعشاب لتونج اللي بيقوله إن المسحوق ده بيستخدم في السم وهنا تونج بيقول إنه لازم يرجع علشان يحقق في متعمه الثامن ولما بيخرج يتكلم مع النائب بيلاقي أخو طارو جاي وبيتخنق معاه وبيعرفوا إنها هربت فبيحكي لهم النائب اللي حصل فبيبدأوا هم التلاتة يدوروا عليها في كل مكان لحد ما أخوها بيعرف مكانها فوق سور المدينة وده مكان متعودين يستخبوا فيه وبيروح لها وبيصالحها فبتطلب منه ينسى العدوة القديمة وهو بيوعدها بده وبيحضنها وبعد كده بيقفوا كلهم يودعوا تونج وجين والنائب ورورو وطارو بتقوله إنها مش بتحبه ولا حاجة هي بس كانت بتلعب بس ما يمنعش إنها ممكن تتجوزه وبيضحك الكل وأخيرا بيرجعوا للبيت ويتشاو بيبلغ تونج إن الوزراء بيقوله إن الرواتب بتروح الجيش بس تونج بيختلص منها فبيقوله إنه هيديله الملفات الخاصة بآخر خمس سنين في الجيش وبعد كده بيروح يقعد مع جين اللي بتكون لبسة لحاف وطفية النور فتونج بيقول لها أنت عاملة كده ليه فبتوريله اللبس اللي جابته من أرض الصقر وبيفضل معاها وبيديها سلسلة كانت عمته مديهاله وبيقول لها إن عمته دي هي اللي ربته بعد موت أمه وأبوه ودي كانت آخر هدية منها فتاني يوم جين بتبقى عايزة تعمل حاجة لتونج تعبر له عن حبها فرورو بتقول لها أقرب طريق لقلب الراجل معدته بيروحوا علشان يعملوا أكل لكن بيجي لهم النقب وهو اللي بيعمل الأكل علشان جين ما بتعرفش تعمل الأكل وبعد كده بيودي الأكل لتونج وبيقوله إن جين اللي عاملة الأكل وبعد كام يوم تونج بيدي لتشاول ملفات والورق بتاع أجور آخر خمس سنين علشان يوصلها للإمبراطور بس بتيجي جين للمعسكر علشان تشوف تونج وبيستقبلها لكن هي بتكون عاوزة تنكد عليه لأنها مش بتشوفه وإن نائب القائد هو اللي على طول معاها فبيضحك تونج وبيقول لها إن نائب القائد ده هو أخوها في القانون بتستغرب جين وتسأله إزاي بيحكي لها إن عامته اللي ربته دي مرات عمه أصلا وعمه هو للعهد الأمير الثامن واللي اتنين كان عندهم طفل واحد واللي يعتبر ابن عم تونج وزي أخوه واللي هو نائب القائد وتعمه ومرات عمه لأن موتهم كان غريب ومفاجأة وبيقول لها تجهز علشان هيروحوا المدينة وجين بتفرح جدا علشان هتزور مامتها لكن يا ترى إخوتها هيعملوا فيها إيه وتونج مسافر فجأة كده ليه ده اللي هنعرفه في الجزء التاني